موسيقى انا في حياتي ما شفتش يعني ان انا لعب اكتر من سبعين خمسة وسبعين مباراة في موسم انا ما شفتش كده الحقيقة فكيف يمكن التغلب يعني انا الكابتن حشيش وكابتن شريف قالوا لي ما فيش حاجة اسمها بقى استشفى دلوقتي وعلى بتاع ده هي بتقبل عند ربنا اه بالظبط اللي بيحسن يعني زي ما حضرتك بتقول كده احنا كده كده في مصر الدوري الدوري بقى له فترة خارج حدود المنطق كعدد مباريات والتوقيتات وبتاع كل ثلاث يام ماتش ده حاجة صعبة بشكل مستمر زي ما حضرتك كده عامان اتكلمنا اكتر من مرة ان الاهلي لعب الفترة اخيرا فوق المئة مباراة في كل البطولات وصفر هنا وهناك ولعبها دولية يعني هو زي ما سوارش الف المؤتمر الصحفي الاخيرة هو مضطر يلعب باللي جاهز وباللي يقدر يلعب حتى وقال جملة يعني مش خطيرة يعني خطيرة لنا كمتلقي لو ايه تحسنك بالوضع الصعب اللي بيعيش النادي الاهلي بيقولك حتى لو في لعيب ممكن يبقى اقل عرضة للاصابة وجاء ويقدر يلعب هلعبه يعني ايه ولي حصل يحصل انه خلاص القايمة فعلا النادي الاهلي تقريبا كل الاجنحة اللي عنده مش موجودة كلها اصابات اللي رجع حتى اللي مفروض يلعب ده لسه رجع من اصابة وخافت خاطر به عندك مشاكل في الدفاع اللعيبة بتتساقط واحد وراء الثاني فالموضوع صعب جدا فنتمنى يبقى فيه التوفيق لازم لعب النادي الاهلي ان هم يقدروا يسجلهم بدري عشان خاطر هم الضغط بس العصب يقل فما يجروش كتير ده لنا تمنى النادي الاهلي يحاول لعبته بالخبرات ان هم يسجلوا قدر المستطاع هدف مبكر ويهدوا الريتم بالخبرة اللي حضراتك يعني كلاعب عريفة يهدوا الملعة خاصة عشان ما يفضلوش يجرو طول الماتش ماتش الجونال الامان انا كنت حاس ان اللعيبة بتجري كتير هم بيجرو عشان هم عايزين يثبتوا للجمهور ان هم كويسين ووقفين وكل حاجة فيه كذا خسارة وخسار الكاس فالموضوع صعب حتى رمي ربيعة وهو بعد ما بيجيب الهدف ده هدف اول هو عايز يجيب الكرة وبيجري على السنتر كأن الاهلي متأخر او متعاد يعني فالموضوع لا لعبت الاهلي محتاجة لازم هم من نفسهم يخرجوا نفسهم من ضغط وده الجماهير حتى لو الجماهير زعلانة شوية هم مع لعبت الاهلي زي ما الجماهير شالتهم كده هم يستحملوا جمهور طبعا طبعا واحدة واحدة هتلاقي الجمهور لوحده لوحده هو بيرفع من عليك الضغط جيمي في حاجات عمل التعامل التوردي نبدأ بالجزء الفني ريكاردا سوارش غير طريقة اللاعب 3-4-3 لتقليل مساحات الجارية ترقم واحد لما أنا بشتغل بـ 3-4-3 وما بقيتش أعمل الهاي بريس للرجل كان بينتوي أنه ينفزه مع النادي الاهلي خلال الفترة الأولانية ليه أو وقت قدومه لتوالي القيادة الفنية للنادي الاهلي في أول شهر سبعة ابتل الرجل بالضغط العالي ده كان بيعمل استريتشينج بيزود مساحات الجارية على اللاعبين فده كان صعب جدا في ظل المخزون البدني اللي موجود في الفرقة الرجل مع توالي الإصابات مع الإجهاد الحالة العامة لللاعبين خاصة اللاعبين اللي كانوا بيشتركوا في مباريات دولية في منتخباتهم سواء اللاعبين المحليين أو اللاعبين الأجانب ابتل الرجل لجأ ليه 3-4-3 لتقليل مساحات الجارية ده حل من ضمن الحلول اللي ابتدى قريدي يعملها ريكاردا سوريش من الشوت التاني من مبارات الزمالك ومبارات الجنة وأعتقد أنه نكمل بها لأنه في بعض اللاعبين لما بغير طريقة اللاعب بقلل مساحات الجارية بالنسبة لهم ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر عالم علول حمدي فتحي لما بيرجع في الخط الخلفي أيمن أشرف مما بيلعب ثالث أنا هنا بحاول اللاعبة المجهدة واللي أنا مضطرة اعتمد عليها بسبب كثرة عدد الإصابات أنا بقللهم مساحات الجارية فبالتالي بقلل تعرضهم للإصابات من خلال المجهود البدني أو الاسبرينتات الكتير في مساحات لعب واسعة دي نقطة من ضمن النقطة النقطة التانية اللي ابتدى برضو صوارش يعملها لما سحب عالم علول في آخر ربع ساعة أنه مع حسم أي مباراة في وقت مبكر هتلاقي أن بعض اللاعبين المجهدين خاصة اللاعبة الدولية بيتم سحبهم من الملعب لتقليل الجهد المبزول فالراجل مركز على الجزء البدني يمكن احنا هنا في حلقة سابقة تكلمنا على المخزون واتكلمنا على المشاكل البدنية وحذرنا من أنه ممكن يكون هناك إصابات إجبارية واللي بيحصل دلوقتي هو إصابات إجبارية الراجل لما جيه يدور على الأجنحة اللي موجودة في الفرقه لا كل أجنحة الفريق مصابة معندوش غير أحمد عبدالقادر اللي بيعاني هو الآخر من إجهاد في الفترة الأخير لما أجي بص على وسط الملعب أتكلم على أحمدي فتح المجهد بشدة عمر السلية اللي فضل يلعب لحد ما أصيب في العضلة الخلفية وانتهى موسمه مع النادي الأهلي فبالتالي الراجل في الفترة الحالية بيحاول أنه يكون عنده أكبر عدد من اللاعبين القادرين على بذل مجهود حتى لو ما كانش مية في المية ففي ظل هذا الموقف الصعب الراجل غير الطريقة لجأ لبعض الحلول من على البنش ابترى يصعد حتى مجموعة من الشباب يخشوا معاه في الميران خلال يومين ثلاثة اللي فاتوا علشان وارد أنه يعتمد عليهم لقدر الله أنه يحصل إصابات في المباراة القادمة من ضمن الإيجابيات زي ما قلنا تغيير الطريقة هو إيجابية خلينا نقول إيجابية أخرى للوضع الصعب اللي موجود فيه النادي الأهلي الفوز على الجونة شال جزء ولو يسير من الضغط العصبي والذهني اللي موجود على اللاعبين مباراة المقص اللي هنتكلم عليها تفصيليا بعد شوية قادرة هي الأخرى على مواصلة رفع بعض الضغوط عن اللاعبين لأنه زي ما تكلمنا في وقت سابق أنه كل المباراة القادمة آه هي في مسابقة الدوري العام لكنها مباراة كؤوس لا تحتمل أو تتحمل فقدان أي نقاط خلال الفترة القادمة فأعتقد أنه في بعض الحلول ونقاط الإيجابية تم بالفعل اشتركوا في القناة